روحت الداري وقعت مع وليتي بعد ثلاثة أشهر على اتهامها بالخيانة الزوجية والزنا أول تعليق من ريم الرياحي لأول مرة خرجت الممثلة التونسية ريم الرياحي إلى العلن في أول تعليق لها بعد خيانتها زوجها واتهامها بالزنا مع حبيبها وفي التفاصيل رادت الممثلة التونسية ريم الرياحي لأول مرة على اتهامات الخيانة الزوجية التي واجهتها قبل ثلاثة أشهر حين تم القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية وقالت الممثلة ريم الرياحي خلال ظهورها في مقابلة تلفزيونية أنها تعرضت لأسوأ موقف ممكن أن يحدث في حياة أي إنسان وفق تعبيرها ما جعلها تغيب عن الساحة الفنية والأعلامية منذ ذلك الوقت تصرحت ريم الرياحي أنها عاشت فترة صعبة جدا دفعتها للجوء للعلاج النفسي نافية في الوقت نفسها أن يكون طلاقها من زوجها المخرج التلفزيوني مريح بالعيد بسبب الخيانة وإنما كان بسبب خلافات أخرى وأكدت أن كل ما نسب إليها في الفترة السابقة من حالة تلبس في قضية زنا ووجود مخدرات في بيتها لا أساس له من الصحة وإنما كانت في منزلها مع أبنائها لدى مداهمة العناصر الأمنية ولم تكن في حالة تلبس ولا وجود لقضية أخلاقية فيما أثار ظهور الممثل ريم الرياحي تفاعلا وجدلا واسعا بين متعاطف معها ومن أبدى سخريته من حديثها التلفزيوني ودفاعها عن نفسها اشتركوا في القناة